اشتركوا في القناة ومنطقة الخليج العربي وأكد المطران بولهندر أن زيارة الباب الرسولية إلى مملكة البحرين تعد زيارة إلى كل كنائس المنطقة كون البحرين تحتضن مجموعة كبيرة من أتباع الكنيسة الكاثوليكية وردا على سؤال للصحيفة عن سبب اختيار مملكة البحرين لهذه الزيارة التاريخية لقداسة الحبر الأعظم قال المطران إن مملكة البحرين لديها علاقات متميزة وممتدة مع مختلف الكنائس المسيحية كما أن هذه الزيارة تشمل جميع الطوائف المسيحية وأضاف المدبر الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية أن قداسة البابا فرانسيس سوف يجد في مملكة البحرين كنائس متعددة الجنسيات والقوميات واللغات وبلدا منفتحا على مختلف ثقافات العالم وبين المطران بولهندر أن زيارة قداسة البابا للبحرين هي الرحلة الرسولية التاسعة والثلاثين والثانية من نوعها إلى المنطقة حيث أن قداسته قد زار دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 لدعم الحوار بين الأديان وأوضح المطران هندر أن الهدف الأول لزيارة قداسة البابا هو تعزيز الحوار بين الأديان بينما يصب الهدف الثاني في التشجيع المعنوي للمسيحيين بشكل عام والكاثوليكيين بشكل خاص وأضاف المطران أن العديد من المسيحيين الكاثوليكيين المقيمين في الدول المجاورة سيشاركون في الفعاليات العامة لبرنامج زيارة قداسة البابا فرانسيس في مبلكة البحرين واختتم المطران بأن زيارة قداسة البابا التاريخية ستكون إنجازا مشرفا ينهي به سنين خدمته قبل أن يتقاعد كمدبر الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية ترجمة نانسي قنقر